أهلا بكم من جديد أعلنت هيئة النزاه الاتحادية عن تمكنها من إعادة عقار في محافظة كربلاء إلى ملكية الدولة مبينة أن قيمة العقار التقديرية تبلغ أكثر من 700 مليون دينار وأشارت إلى أن ملاكات مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيئة قامت بضبط الأوليات الخاصة بالعقار في جهازي الحاسبة والموبايل العائدين للمجرم مدير التسجيل العقاري الأولى في كربلاء الأسبق وأضافت أنه تم الانتقال إلى العديد من الجهات الرسمية وتبين أنه مسجل وقف صحيح خيري